فإذن الله كون الإنسان وعمل له أعضاء وجسم هاي الصورة هي صورة روحية أحبائي مش صورة جسدية هذه الصورة الروحية يعني فيها العقل المفكر الله منح الإنسان المنطق يعني بيختلف عن الحيوانات الله منح الإنسان الضمير الله أعطى الإنسان الإرادة الله أعطى الإنسان التمييز والله طبعا أعطى الإنسان أنه يتمتع بالإرادة الحرة أن يصنع القرارات وبصنع القرارات أخطأ آدم وحوى فعصة كل البشرية لأنه رأس طبعا الجنس البشري هذه الصورة صورة طبعا روحية نقصد فيها الصورة العقلية اللي بتتكلم عن النفس اللي هي مركز العقل الفكر الإرادة والمشاعر اللي فيها المنطق والضمير والتمييز والإبداع وفيه طبعا يعني الصنع القرارات وإلى آخره كله بيأتي من النفس هاي الصورة احنا مخلوقين على صورة الله منتمتع بصورة الله الأدبية فالإنسان عندما خلق آدم كان شخص كامل الله خلق آدم وحوى بقداسة كاملة بدون أي عيب وبدون أي خطية اشتركوا في القناة